موسيقى ستة ملايين نمساوي يختارون نوابهم في البرلمان الاوروبي يوم الاحد حزب اس بي اي يدعم الترحيل الى افغانستان وسوريا مظاهرة لليمين المتطرف في فيينا تطالب بطرد الاجانب مكتب العمل يصدر تعليمات الزامية للتواصل الالكتروني والبنك الوطني توقع انتعاشا ضعيفا في الاقتصاد المحلي هذا العام واخيرا اتهام جراحة اعصاب بالسماح لابنتها القاصر بالمشاركة في عملية مشاهدي الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشرة يتوجه اكثر من ستة ملايين ناخب نمساوي يوم الاحد التاسع من يونيا لاختيار ممثليهم في البرلمان الاوروبي الجديد وسط مخاوف من تصاعد شعبية حزب الاحرار اليميني المتطرف بقيادة هربا تكيكل ويستغل الحزب النقمة الشعبية ضد احزاب الحكومة للترويج لأفكاره العنصرية واجندته المناهضة للهجرة والاتحاد الاوروبي اضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع اسعار المعيشة نتيجة الحرب في اوكرانيا والعقوبات على روسيا وتشير الاستطلاعات الى ان اليمين قد يكسب بين 20 و30% من مقاعد البرلمان ويتوقع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الى 50% مقارنة ب72% في عام 1995 انضم الحزب الاشتراك النمساوي الى مبادرة المستشار الالماني اولاف شولتز الذي طالب بترحيل المجرمين الخطرين الى افغانستان وسوريا وصرح فيليب كوتشا الرئيس الكتلة البرلمانية لس بي او بان الحزب يدعم هذه الخطوة قائلا من يحتفل بالقتل والارهاب ليس طالب حماية واكد وزير الداخلية كارنر على ضرورة ترحيل المتطرفين معلنا عن التعاون مع المانيا لتحقيق هذه الاهداف بما فيها التواصل مع نظامي طالبان والاسد فيما اشار خبير القانون الدولي رالف يانك الى ان الترحيل ينتهك حقوق الانسان ويعرض المرحلين لخطر التعذيب نظمت حركة الهوية اليمينية المتطرفة مظاهرة موسط فين تطالب بترحيل الاجانب من النمسا بما فيهم حامل الجنسية وتأتي المظاهرة عقب هجوم بالسكين على حركة مناهضة للإسلام في مدينة منهايم الالمانية والذي أصفر عنها مقتل شرطي وتجمع حوالي مئة شخص بالقرب من السفارة الألمانية تضامنا مع ناقد الإسلام الألماني مايكل ستوارت يينجر الذي أصيب في الهجوم ورفع المشاركون الأعلام النمساوية وحملوا لافتات كتب عليها العودة الى الوطن هي حماية للوطن وقد خرجت مظاهرة مناهضة لها أكد مكتب العمل في النمسا أن الطلبات الألكترونية على البطالة والتواصل بين موظفي مكتب العمل والعملاء ستصبح إلزامية من يوليو 2025 وسيتم تشجيع البحثين عن عمل على استخدام منصة التقديم الألكترونية مع بقاء التقديم الحضري متاحا في حالات محددة وسيتعين على العاطلين على العمل مراجعة نظام التواصل الإلكتروني لمكتب العمل مرتين إسبوعيا مع فرض عقوبات عند تفويت الموعيد وحتى فترة التنفيذ سيمنح مكتب العمل الوقت اللازم لاستعدادات التقنية حيث أكد وزير العمل مارتين كوخر أن التقديم الألكتروني سيوفر الوقت ويقلل من الرحلات غير الضرورية توقع البنك المركزي النمساوي انتعاشا ضعيفا للاقتصاد هذا العام بنسبة 0.3% مدفوعا باستهلاك القطاع الخاص المتعافي والصادرات فيما كان البنك قد توقع في مارس نمو بنسبة 0.5% لعام 2024 ومن المتوقع أن ينخفض معضل التضخم السنوي إلى 3.4% هذا العام بعد أن كان 7.7% في 2023 وتقع توقعات البنك بين تقديرات المعهد النمساوي لأبحاث الاقتصاد ومعهد الدراسات العليا حيث توقع نموا بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي كما توقع البنك ارتفاع الأجور الحقيقية مما سيعزز الاستهلاك الخاص وتزايد الصادرات مع تصارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% في 2025 و1.5% في 2026 فتحت نيابة العامة في جراتس تحقيقا بعد اتهامات طالت جراحة أعصاب في مستشفى جامعة جراتس بعد اتهامات تفيد بتبس ماحها لابنتها القاصر بالمشاركة في عملية جراحية وحسب المعلومات فقد تم استحاب الفتاة البالغة من العمر 13 عاما إلى غرفة العمليات في بداية العام وسمح لها بالمشاركة في الجراحة وقد تم إبلاغ المستشفى والنيابة العامة عن طريق بلاغ مجهول وصرح هانز يورج بايخر أن الشرطة الجنائية تتولى القضية مؤكدا أن الاتهامات قد تعد جريمة جسدية خطيرة فيما أكد المستشفى على تعاونه الكامل وأوضح أن الموظفين المعنيين تم تعليق عملهم بعد ظهور تناقضات في إفاداتهم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر